وصلنا سؤال على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره بيقول أنا بيعتي تلاجة بالإست بخمس تلاف وأخدت منها مقدم ألف وبعد شهرين صحبتها رجعتها على المقدم من حق اللي بايع أم الزبون هي بتقول إنها خادت ألف جنيه مقدم منين؟ مقدم يعني إيه؟ مقدم السعر يعني جزء من مقدم السعر فهي دلوقتي بعد شهر بعد شهرين صحبتها رجعتها يعني صحبة الشقة صحبة التلاجة رجعت التلاجة بعد ما بعيتها هي قلت صحبتها بس عشان ما نطلق بطش صحبتها دلوقتي المشترية فهي بقى المشترية عملت ايه؟ رجعت السلعة رجعت الايه؟ التلاجة بعد قد ايه؟ بعد شهرين فهي بتسأل هو المقدم ده من حق مين؟ المقدم ده من حق من دفع هذا المقدم لأنه في الحقيقة ده كان جزء من الثمن أما وإن احنا حصل ما يسمى ايه؟ ما يسمى في الفقه فإن حصل إن حد عمل ايه؟ رد السلعة هو ممكن يردها بالعيب وممكن يسمى بالإيه؟ بالإيه؟ قال واحد يدى له السلعة فقال له خلاص أنا عايز أرجع السلعة فقبل فقال له قال له خلاص عد سلعتي وخد يا سيدي فلوسك طيب فالشخص يقول له ايه؟ طيب بس أنا خسرت أنا ما خسرتش لكن في الأخي خلاص الفلوس اللي اتدفعت كمقدم لثمن ده ده كان مقابل السلعة وإنت ردت السلعة يبقى المقدم ده من حق مين؟ من حق من كان يسمى مشتريا هو لسه ما اشتراش لأنه ما دفعش كامل الثمن بس هو كان مشتريا اللي هو دفع الثمن اللي هو هنا هنا في السؤال ده هتمنسمي الزبون فالألف جنيد ده هتبقى من حق الزبون طيب يا سيدي سؤال انت مسألتوش بس ممكن يا حسن طيب أنا وقع علي ضرر الدرر ده فعلي ولا ضرر متخيل قال له لا ده فعلي ايه الدرر الفعلي؟ ان التلاجة دي أنا بنت عليها مشروع ورد التلاجة دي هيبقى فيه مشكلة عندي في المشروع طيب المشكلة دي قدرها قد ايه؟ قدرها السين من المال فده يكون لرفع الضرر الواقع على الشخص نعم يبقى هو اذا اذا رد السلعة وانا قبلت رد السلعة هيبقى الفلوس دي من حق مين؟ من حق الزبون مش من حق البائع يبقى من حق الزبون مش من حق البائع على حد تعبير حضرتك